طيب هنروح دلوقتي مع بعض على بقى زمن الماضي. المبنى المجهول في زمن الماضي. بيتكون من مفعول والتصريف التالت للفعل. زي ما احنا اتفقنا. مفعول مفرد يبقى هاخد مفعول جمع يبقى هاخد هنا الجملة اللي قدامي بتقول هنا المفعول بتاع اللي انا عاوزه اللي هو فهنا المفعول مفرد. تمام? فهنا المفعول علشان مفرد. فهاخد معاه فالجملة هتكون هنا نزلت المفعول اللي هو وهنا اخترت معاه والتصريف التالت من فعل اللي هو طيب هنروح على جملة تانية هنا المفعول بتاع اللي هو هنا معناها الصور فدي بتكون جمع فهاختار هنا هنا بختار معاها علشان المفعول اللي قدامي مفعول جمع فهبدأ بتاعي اللي هو فالجملة هتكون هنا اخترت علشان المفعول جمع والتصريف التالت من فعل هو فالجملة هتكون ده بالنسبة للمبنى للمجهول في زمن الماضي البسيط هنروح بعد كده لزمن الماضي المستمر تكوين المبنى للمجهول في زمن الماضي المستمر طالما قلنا كلمة مستمر في اي زمن سواء مضارع او ماضي او مستقبل فعلى طول لازم هنزل كلمة تمام لان كلمة دي هي اللي بتدل على استمرارية الفعل هنا بيتكون من object was aware وبينج والتصريف التالت زي ما اتفقنا ان المفعول لو مفرد باخد والمفعول لو جمع باخد وهنا بنزل بينج سواء مع المفعول المفرد او الجمع والتصريف التالت للفعل فالجملة عندي بتقول اي وز بلاينج ذا بيانو يستردي ات فايف بي ام هنا الابجيكت اللي هو ذا بيانو ده مفرد فاختار معا واز وبعد كده بينج والتصريف التالت فالجملة بتاعة المبنى اللي المجهول هتكون هنا ده مفعول مفرد اخترت معا واز وهنا كلمة بتنزل معايا والتصريف التالت من فعل اللي هو طيب هنروح على الجملة التانية هنا المفعول اللي في الجملة اللي قدامي بيكون جمع اللي هو مقاطع فيديو فهنا بختار معا واز ولا وير هختار معا طبعا وير علشان ده مفعول جمع فالجملة هتكون فيديوز مفعول جمع واخترت معاها وير وهنا طبعا بنزل بينج معا المفعول المفرد او الجمع والتصريف التالت من هو يبقى ده كده بالنسبة للماضي البسيط والماضي المستمر هنروح بقى على الماضي التام والماضي التام المستمر المبنى للمجهول في زمن الماضي التام بتكون من هو التصريف التالت هو التصريف التالت لو انت بقى المفعول قدامك جمع aisو مفرد هتنزل هات بين زي ما هي لو المفعول مفرد او جمع بتنزل هي زي ما هي اهم حاجة ان انت تصرف الفعل تصريف تالت في عندي جملة الاولى بتقول هنا المفعول بتاعي اللي هو هو ده اللي انا عاوزه. طيب انا عندي المفعول هنا اللي هو هنا ده لو مفرد او جمع هنزل زي ما هي. تمام? فانا هبدأ بعد كده والتصريف التالت من فعل فالجملة هتكون طيب هنروح بعد كده على تاني جملة هنا المفعول في الجملة اللي هو تمام? هنا المفعول ده مفرد. هنا المفعول ده هو اللي انا عاوزه. فهبدأ بالمفعول بتاعي زائد هات بين والتصريف التالت للفعل. فالجملة هتكون ده بالنسبة للباسف الخاص بالماضي التام. هنروح دلوقتي للمبني للمجهول الخاص بالماضي التام المستمر. تكوين المبني للمجهول في زمن الماضي التام المستمر. زي ما احنا اتفقنا ان ايد زمن في استمرارية يباع على طول بنزل معاه تمام? فينا التكوين بتاعه بيكون بلاس هات بين في 영상 ده تكوين المبني للمجهول في زمن الماضي التام المستمر هنروح الى اول جملة. اول جملة بتقول The machine had been fixing the car هنا المفعول بتاع اللي انا عاوزه ولو المفعول مفرد او المفعول هنزل زي ما هي. فانا هنا هبدأ وبعد كده هكمل الجملة. فالجملة هتكون هنا الفعل التصريف التالت منه طيب هنروح على تاني جملة. تاني جملة بتقول سامي هاد بين ميك انج ذا فود هنلزل المفعول اللي هو ذا فود بعد كده هاد بين وا التصريف التالت للفعل مايك. فالجملة هتكون هاب بين بيين جي ميد باي سامي. يبقى ده كده بالنسبة للمبنى للمجهول في زمن الماضي وعندي اربع انواع من زمن الماضي الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام والماضي التام المستمر